معنا من طهران الأكاديمي والباحثة السياسي سيد محمد صالح صدقيان أنا بك أستاذ محمد معنا على سكاي نيوز عربية أستاذ محمد بداية يعني اليوم إطلاق هذا النوع من الصواريخ وأن كان متطورا باتجاه الفضاء الولايات المتحدة اليوم تثير القلق من هذه الخطوة الإيرانية هل تعتقد أنها ستنعكس سلبا على الملفات المتعلقة الأخرى بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي خلال الفترة القادمة مثل الملف النووي مساء الخير لك وللمشاهدين بالتأكيد كما تفضلت هناك تصعيد من الجانب الإيراني تصعيد غير مسبوك أمام الولايات المتحدة الأمريكية والذي بدأ لمسناه بشكل واضح خلال احتفال إيران بما يسمى اليوم العالمي لمكافحة الاستكبار وهو الرابع من نوفمبر يوم احتلال السفارة الأمريكية من قبل الطلب الإيرانيين الثوريين عام 1979 وبالتالي لأول مرة كان يحضر الرئيس الإيراني هذا الاحتفال ويوجه تصعيدا عنيفا ضد الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد أن قال الرئيس الأمريكي بأنه يريد تحرير إيران وهناك هذا التصعيد استمر يوم أمس كان هناك اختبار لهذا الصاروخ الصاروخ الباليستي الذي يحمل الأقمار الصناعية وكانت تجربة ناجحة كما قال الحرس الثوري الذي أشرف على إنتاج وإطلاق هذا الصاروخ اليوم أيضا كشف على إزاحة الستار عن منظومة صواريخ 373 وهي صواريخ أيضا بعيدة المدى وهناك أيضا إنتاج أو بدء الإنتاج بمنظومة صواريخ الصياد بـ 92 هذه الخطوات التي جاءت حاليا هي تنعكس كما أعتقد أو تتماشى كما أعتقد مع التصعيد أيضا الذي نلمسه من قبل الجانب الأمريكي لأن تصريح الرئيس بايدن بأنه يريد تحرير إيران هذا التصريح هو الذي بدأ بالتصعيد وإيران يبدو أنه صعدت مثل هذا يعني عملت بعكس هذا التصعيد وهي ردت على ذلك بهذه المنظومات الصاروخية والقدرة الصاروخية التي تريد أن تلوح بها لمواجهة أي تداعيات ممكنة بعد أن قالت الولايات المتحدة أيضا أو بعض الصحفة الأمريكية قالت بأن هناك طائرات أمريكية توجهت إلى المنطقة من أجل مواجهة إيران طيب أستاذ محمد طبعا هذا التصعيد هو ليس فقط على الإطار السياسي كما رأينا بعد الاحتجاجات في إيران لكن حتى الملف النووي الذي لم يتم التوصل في مفاوضاته إلى أي شيء يعني تم تعليقه ربما إلى بعد الانتخابات النصفية كما نعرف في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هناك مشكلة حقيقية في البرنامج الصاروخي الباليستي أنه ربما ينتهك بعض قرارات الأمم المتحدة إيران تقول أنه يأتي في إطار فقط خطة الردع للصواريخ الباليستية وليس في إطار تلك الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي هل تعتقد إيران تخرق هذه القوانين الأممية؟ يعني هناك قراءة إيرانية للقرار 22-31 صادر من مجلس الأمم الدولي في العام 1900 في العام 2015 القرار ينص بأن إيران لا يمكن لها أن تجري اختبارات صاروخية على صواريخ تستطيع حمل رؤوس نووية القرار الإيرانية تقول عندما لا تتحدث الوكال الدولي للطاقة الذرية عن سلاح نووي إيراني في البرنامج النووي الإيراني وعن عدم وجود رؤوس نووية إيرانية هذه القرار تقول إذن هي سالبة بانتفاء الموضوع لأن إيران لا يوجد لديها سلاح نووي ولا رؤوس نووية وبالتالي من حق إيران أن تجري تجارب على صواريخ لأنها ليس لديها أسلحة نووية ولا رؤوس نووية باعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه القراءة الإيرانية هناك قراءة أمريكية تعارض هذه القراءة لكني أعتقد بأن حتى مجلس الأمن الدولي لا يوافق على القراءة الأمريكية ونحن نعلم بأن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أراد أن يفرض على إيران عقوبات أو يقدم الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لكنه لم يستطع ذلك لعدم وجود أرضية قانونية لإدانة إيران باستخدام مثل هذه الصواريخ بالنسبة للبرنامج الفضاء الإيراني طبعا هناك تسابق عالمي على غزو هذا الفضاء أو السيطرة عليه من جميع الدول لكن بالنسبة لإيران دخول مثل هذا السباق يعني ما المصلحة فيه؟ ما الفائدة فيه؟ ولماذا تشكل تحديا بسبب الولايات المتحدة الأمريكية؟ خصوصا في مسألة البرامج الفضائية هذه يعني دعنا نرجع قليلا إلى الوراء عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي كنا نتوقع أن تكون مثل هذه المواجهة ومثل هذا التصعيد وبالتالي الرئيس ترامب على أسف الشديد هو الذي بدأ مثل هذه الخطوات الإيرانية يعني على البرنامج النووي الإيراني كان هناك تصعيد في البرنامج بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي نسبة التخصيب كانت على مستوى 3.76 ارتفعت إلى 20% ارتفعت إلى نسبة تخصيب 60% الآن إيران تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة 60% ربما يكون في المستقبل نسبة التخصيب أعلى من ذلك في المنظومات الصاروخية أيضا منذ العام 2018 عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي هذه إشارة استلمتها طهران بأن هناك رغبة في تصعيد أمريكي في البرنامج النووي الإيراني وحتى في المنظومات الصاروخية الآن نحن أمام تصعيد من نوع جديد وخصوصا بعد تلكء وتعثر المفاوضات التي جرت بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر لحياء الاتفاق النووي أنا أعتقد بأنه إذا استطاع الجانبان الإيراني والأمريكي بعد الانتخابات النصفية لأن هناك استحقاقات للإدارة الأمريكية للانتخابات النصفية الأمريكية ربما تعادل المفاوضات مرة أخرى بعد هذه الانتخابات لكن السؤال ماذا لو خسر الديمقراطيون الأغلبية في مجلس الشيوخ أو الكونغرس وبالتالي أنا أعتقد بأن كل الاحتمالات الآن مفتوحة على هذا التصعيد ويبدو لي أيضا بأن الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية سواء فاز الديمقراطيون أو الجمهوريون يجب أن تعمل من أجل تعزيز الثقة لأن هناك وتحدثنا كثيرا بهذا الموضوع هناك عدم ثقة واضح جدا عند الإيرانيين وربما هناك عدم ثقة أيضا عند الجانب الأمريكي لكن هذه مسألة عدم الثقة مهمة جدا يجب أن تعزز من أجل عدم تصعيد الأمور لأن منطقة الشرق الأوسط منطقة وصلت أفرام محمد الفكرة ولا أعتقد بأنها تستطيع أن تستوعب تصعيد جديد خصوصا مثل هذا المستوى الصاروخي والنووي شكرا أستاذ محمد من طهران لأكاديمي والبحث السياسي السيد محمد صالح صدقيان شكرا جزيلا لك